أولا تجريم الختان تجهيل للأمة على مدى 14 قر لم يوجد أحد من العلماء سلفا ولا خلفا حتى العصر الحديث يقول أن عملية إجراء الختان جريمة هذا لم يحدث مطلقا فالأمة مطبقة على أن هذا إن لم يكن واجب فسنة فمباح لكن أن يجرم هذه جريمة النقطة الثانية الواقع الخاطئ لا يحتاج بها على الدين يعني إذا جاءت منها كممارسات خاطئة فلا يحتاج بها على الدين إحنا عندنا ممارسات خاطئة في كل فروع الطب يعني عيادات الأسنان تنقل الأمراض هل ألغي كلية الطب وأغلق العيادات لأن في أخطاء طب دكتور مستبع ديس أخو بس العنوان هل من شعار الإسلام ولا من شعار الإسلامي دعني أتكلم الله يكرم أي كل يوم يموت ناس على أبواب العمليات نتيجة خطأ في التخدير هل نلغي العمليات الجراحية لأن هناك أخطاء في التخدير فبالتالي الضجة الإعلامية المفتعلة مفتعلة حول أن فيه واحدة ماتت هذا الكلام يعد من سفاسف الأمور سفاسف الأمور يعني مع أبواح ماتت الجرعة خاطئة طب أنا ما لنزم بإهنة نعم فالقضية ليست قضية الختان اللي موتت وإنما فيه جرعة خاطئة أو الطبيب يمارس خطأ وهذا يحدث فيه كل العمليات طب مساءة شعار الإسلامية يقولون أن الختان عادة فرعونية أو عادة جاهلية وليكن عادة جاهلية ليس كل العادات الجاهلية ممقوطة فالزواج عادة جاهلية لكن أبقاها الإسلام نكاحه الجاهلية كان على أربعة أنحاء دعني أتكلم حتى طب هل ختاني أرجوك بس دعني أتكلم عشان ليس كل عادة جاهلية ممقوطة فالزواج عادة جاهلية وفرعونية هل ألغي الزواج للمعادة والجاهلية فإذا الإسلام أبقى ما هو حق وألغى ما هو باطل قضية الختان فيها أحاديث صحيحة لا يمكن أن نطعم فيها زي إيه ده حاضر ده حيك عايزك بقى تعمل كتاب أنا كتابت مقارة ونشرتها آه يعني كتابت حاجة فيه هناك أحاديث ضعيفة في الختان نعم وهناك أحاديث ضعيفة في الصلاة يبقى ألغي الصلاة كل أركان الإسلام فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة عندك في البخاري وفي مسلم إذا ألتقى الختانان فأخذ واجب إلى الوصل يقول لك الختانان دول ده تغليب نعم تغليب معناها واقع ولا مش واقع ونحغلي بحاجة مش موجودة طب يعني إيه تغليب يعني مثلا فيه عندنا ختانان قولك ده الرجل فقط وليه يختن طب وقال الختانين ليه هما مش قادرين يدركهم إن فيه خفاض وفيه ختان فأنا ما سني كلمة خفاض وختان أغلي بإيه أغلي بالختان هقول ختانان فأصحابنا رضي الله عنه أقول لك لا ده ما فيش ختانين هو ختان واحد بس طب تيجي إزاي يعني يبقى الكلام غلط ما سني شيء واحد يبقى غلط يبقى غلط إذا ده واقع أقره الإسلام بمعنى إيه ما هو بلحك بلوش دعب بلحك سيبقى يعني الرسول أقر هذا الواقع فين الإكرار إذا أتلقى الختانان إذا معناه إن فيه ختان وإقرار من الختان وإيه لا نلغي الاتنين بقى نلغي الزكورة للإناس يعني لما ستنا عائشة تقول الأسودان على الطمر إذا فيه طمر وفيه ماء الموضع الموضع إذا أتكى الموضعان يعني هو واللماذا عبر بالختان الموضع الموضع الذي يمكن أن يكون فيه ختان إيما فيه ختان الذي يمكن أن يكون فيه الواقع فيه الختان طيب لما نجي بقى حادثك إذا لو تجاوزنا على الحديث ده وشوفنا جماعة الأحاديث اللي بتتكلم فيه ختان الإناث هل يوجد نص في ختان الإناث هذا السؤال الإقرار أشد من النص طبعا أن جميعا التشريعات لا تقف على الأمر فقط الإقرار من باب التشريع الإقرار من باب التشريع وبعدين الواقع الذي كان يعاصر عهد النبوة أن كان فيه ختان في الواقع وحتى المسأل العربي كانوا يقولون يبنى مقطعة البذور وكان الرد الثاني يبنى القلفاء يعني كان فيه قضيتين متناقضتين يعني الناس كانوا يتهمون المرأة التي تمارس بأنها مقطعة البذور لكن ليس هذا معناه احتقار للمهنة زي ما أقول مثلا فولندا طربي فلنحن نستغنى عن طربي أو فلن زبال لما نستغنى عن الزبال المهنة موجودة فبعض الناس كانوا يبنى القلفاء أنها لم تختن يعني المهنة جهت موجودة للدكتور سالم ده الواقع المعاصر ولم ينها عنه عندما رأى السيدة أم عطية وفي يدها الموسى التي تقطع بها قال أمازلتين نص الحديث هذا أمازلت لسه معاك الموسى دي لسه تمارس العددي ثم قال لها إذن أشمي ولا تنهكي أشمي دي معناها أن يعني يخودي حاجة كده على رمز لك لا بيمنحها نعم قوله أمازلت فيه إشارة إلى المنع أمازلت فيه إشارة إلى المنع لكنه عن الزبال السلام دايما في المنع في الأمور المألوفة عند الناس ما بمنعش مرة واحدة فقلل من شأنها ما أمرهاش بقى بالاستمرار إنما بين فقط وضح لها أشمي ولا تنهاج كنا إلى عهد قريب نقول لا مانع من هذه الممارسة على يد طبيب إذا كان بمارسة صحيح الأطباء نفسهم قالوا لنا إن كل الصور اللي بيتم بها الممارسة صور خطيرة إما قطع البزر كاملا وإما قطع البزر مع الشفرين العلويين وإما قطع البزر مع الشفرين العلويين والسفليين فلم تعلناك صورة واحدة صحيحة وبالتالي صدرت الفتوى الفتوى بالتحريم والتجريم ليست تحريم الختان الصحيح لأنه غير موجود الآن غير كائد لأنه غيرها وهي مجرد عادة وحقولك برضو رأيي ممكن يتقال إن احنا بس في مصر والسودان والصومالة بيعملوها فقط ودولك ليس ما بيعملوها لا تحريم إلا بنص هل هناك نص يحرم الختان هل هناك نص يحرم الختان نحن نحرم انتهاك الجسد لو انتهاك كويس هذه واحد النقطة التانية ختان الذكور ليس فيه نص إلا نص الناس ليس عندنا في الختان الذكور أي أحاديث إلا أحاديث المشتركة من الاتنين وأتحد كيف يا دكتور ليس هناك حال عشر من الفطرة اختتن إبراهيم بالقدوم وقويس ماشا وهو ابن الثمانين سنة وربنا قال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ليس عندنا أحاديث إلا هزي الأحاديث لا مش في النساء ده في الذكور إبراهيم ما قالت في صارة والألف قال عشر من الفطرة من ضمنها الختان وقال قص الشارب وقص الشارب ليس هذا للذكور كويس إذن هي القضية هنا ليس عندنا نص صريح وواضح في الذكور ليه دكور ما القضية إبراهيم دي سيدنا إبراهيم دي إيه معلش اختتنا إبراهيم وقال له اتبع ملة إبراهيم معلش قد يكون سنة خلاص نخلي سنة المشكلة لكن هل أحد قاله بذلك قال بإيه بالنوى سنة نعم في الذكور نعم إذن نحن ليس إلا الشافعيهم من أجبوه جميع المذاهب أجمعت على وجوب ختان الزكور لا سمحني يا دكتور إلا ما شز لا يا فن لا ما شزش ما شزش آراء صحيحة ربما لا أذكر المذاهب الآن لكن آراء صحيحة موجودة من المذاهب يعني ممكن تدعو إلى عدم ختان الزكور كما تدعو يمكن في بعض المذاهب الإسلامية لكن أثبت الطب بإجماع أن ختان الزكور يكن من السرطان ويكن من أمراض عديدة نحن شرعية نحن شرعية هل تفضيع وزارة الأوقاف أن تصدر بيانا بأن ختان الزكور ليس واجبا واترك العفو واترك للناس يا دكتور عفوا وهل وزارة الأوقاف قاعدة بس عشان تصدر قرارات للناس اعملوا ما تعملوش ولا هي تعين الناس على تطبيق الشريعة والدين ما أقحمت تفسف هذا الموضوع لا ما أقحمتش دم مش حكحام هي تبين للناس الفرق بين الختان المشروع وبين الختان الذي هو عام إذن ختان مشروع ختان الإناث عادة إذن فيه ختان مشروع الزكور والإناث لا عادة ليس مشروعا نعم ليس مشروعا يجرم يجرم الانتهاء طبعا احنا معنا تصدر فؤوني عنه ومشارك يبقى الحل يا سيد أحمد نحن نذهب إلى الطبيبة المسلمة الثقة الأمينة ونستشيرها في البن دول بنسجنوها طولة لأننا عندنا اضطراب في القرارات كان فيه قرار قبل ذلك أن تجرى عمليات الختان في المستشفى العامة وكان دي قرار من جارة وزير الصحة النهاردة لأخباطه الدنيا خلينا أقول بقى رأي عملي شفت الكتاب بتاعك عملي لو سمعت كتاب بتاعك لا بس سمعت بس سمعت أنا هيبضح للقضايا 100% طب هلاغوا بس تليفون بصورة بس سأبر التليفون أقول لحدك على الحل القضية دي إحنا بنفرق بين القاعدة العريضة من البنات اللي مش محتاجات والاستثناء اللي بيحتاج الأم إذا لاحظت شيئا غير طبيعي تعرضها على طبيب جراح أو طبيب تجميل على أنها عملية تجميلية وليس الختام يعني هي تتعالج تتعالج كاستثناء وليس كاقار والدكتور اللي حتعملها يتعامل فيها إيه لا كوموسيون طبي بقى تتعامل كعملية جراحية للتجميل عملية تجميل تتعالفها ألفين على فكر أنت عارف كوتي الطب اللي يدرسون الختام ليه؟ ليه؟ لأنه مش موجود في الطب أصلا أصلا ما فيش عن دوب براسة يميع الأطباء أقرب أنه لا يدرس كتب حاجة اسمها ختان أطباء طيب دكتور مسترل ميلا أطباء هذا محل تساؤل هناك من الأطباء من كتب ونشر على أهمية ختان الإنس كثير لا كثير كتب مطبوع وبالتالي يا سيدي هؤلاء 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 معز إليهم لا يعني بناش مثالة لا 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 لأنها قضية مش طبيعية قضية مش طبيعية أهلا لسه نحن نحن نجد الختان في دول الخليج يعني السعودية لا يعني قضية لا تعنيني الواقع الشيء والحكم الشرعي الشيء طيب عندنا الأحكام الشرعية معلقة كلها ألغها حد السرقة وحد الزنا لأنه غير مطبق قضية لا تعنيني طب يعني سمح لي دكتور بعد إذن برضو هايك مشايخنا هناك من ناحية الفقهية بيأكدوا جدا على السنان وعلى النوافل وعلى 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 في دول الخليج عايسون السعودية هل هؤلاء العلماء بأكملهم اجتمعوا على بطلنها هل هم أصدروا فتوى بتحريم الختان هو أخر موجود لا هو أخر موجود أولا عندنا آخر صيحة أصدرها الشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق كان حول الختان وفتوها معروفة ومشهورة وأن الأمة تحارب إذا أجمعت على ترك الختان لا ترك الختان بالعموم لأن يختنى الذكور سنة لما يطرق كان بيكلم عن تغلق عن إنس كان بيكلم عن ختان الإنس وبيكلم عن عموم الختان بالعموم فتوة الشيخ الشيخ الحق مطبوعة ومتداولة بس اختر عن عموم عشان نغلق هذا الملف وما أنكروش عندي ملف تاني أكثر خطورة ولكن بس الهمين في نهاية الموضوع يعني فعلا فكرة إن أنا بدي توصيات لعلماء الموجودين في المساجد وفي خطب بتجريم وتحريم الختان أنا سألتها هيك مرة قبل كي قطية حصل يا سيد الكريم خلي بالحضرتك لأ حصل لما يكون وضع الماء الاجتماع بيقول لي 80% من نسبة الطلاق في مصر بسبب الختان 80% من نسبة الطلاق بسبب الختان بسبب ختان الإنس نعم دكتور المصاعد لأن أضحى الآن أضحى الآن يمثل مشكلة لما يمثل الختان مشكلة وهو أمر أصلا مباح خلنا أقول مباح بلاش أقول حرام خلنا أقول مباح لما أصبح المباح يمثل مشكلة أمنعها أليس بالضرورة أو من الواجب أن أمنعها لازم تمنعها من أنت بيه في الماء من دوت حضرت خرب بسبب الختان يا أخي الكريم هناك دعاوة يعني قد تكون غير واقعية يقولون أن الختان برود جنس برود جنس والختان يورس العقم مع أن المرأة المسلمة المختونة أكثر الناس إنجابا بخير والمرأة اللي هي غير مختونة في أوروبا لا تنجب أحدا فبالتالي أصبحنا أمام دعاوة أمام دعاوة مش طبيعية لا أهم بقولوا كده بقولوا أن الختان يورس العقم هم لو كان أرادوا هذا كانوا سابوا الختان عشان يجبوا عقم بدل حبوب من الحامل فالكلام ده يعني غير منطقي وبعدين المرأة المسلمة على مدى التاريخ يعني كانت ولود وولود وكل حاجة ولم يعرف هذا المعنى نتافق على أن الختان مشروع والواقع لا يحتاج بيه على الشريعة ما يضعشوا أقول المشروع لا مش مينفعش لا مش مينفعش علشان ما ينفعش أقول لا ما ينفعش ده حيناقض الكتاب أنا مش موضوع يناقض يا أستاذ أحمد الكتاب ختان الإنس ليس من شعائر الإسلام ليس هذا لأن النهاردة بإحصاء مئة في المئة لا توجد طريقة واحدة من مارس الختان صحيحة لا طبيب ولا غير طبيب فلنتفق على الطريقة صحيحة وبالتالي لا أستطيع وبالتالي لا أستطيع أن أكون مارس الختان الصحيح لأنه لا يوجد ممارس الختان الصحيح ما فيش في ذات ليه لأن حتى الأطباء ما درسوه تبت تيتم تبت دكتورين اللي كتمع في مؤتمر ما قالوش ليه بقى الممارسة السليمة وكانوا وضعوها ما قالوش ما فيش ممارسة السليمة عندهم مش ساyears ما درسهوه ما درسوه ما درسوش حاجة مختل كان فيه قرار لوزير الصحة أن تقرأ عماية الختان داخل مجلش فيات يا سيد الكريم فيه قرار لوزير الصحة سنة ستة وخمسين بالتحريم ستة وخمسين أنا وكأنه على آخر قرار مش القضية الآن مش القضية الآن إذن طالما فيه طريقة سليمة نحافظ على السليمة فيه طريقة خطأ نغاء لا احترام حذك دكتور لا توجد الآن طريقة سليمة في الممارس حتى الأطباء بمارس وخط لأنه ما درسوهوش ما درسوهوش طب ليه تداوى عباد الله كم من الناس يموتون في غرف العمليات بس ده بيعمل حاجة مأمور بها تداوى وإنما هذه ليس مأمور بها خلينا حتى أقول إنها مباحة لكن فيها خطأ في الممارسة من حق ولي الأمر أن يقيد المباحة دي مش فتوة تسلم عن تجازة يبحكم أرقوش بقى يبحكم أرقوش بقى وهذا الكتاب الذي تم نشره بعضوان على الكتاب الأسوار الإسلام يتيه برضو كتير مجامع إسلامية عديدة مطروح اسمها في هذا الكتاب مجمع البحوث الإسلامية وكذلك ضر الإفتاء المصرية ومؤتمر علماء المسلمين هؤلاء تناقضوا مع أنفسه مجمع البحوث تناقضوا مع أنفسه ضر الإفتاء تناقضوا مع نفسه بمعنى إيه؟ يعني ليه فتاوى صادرت بقى بلدك بإباحة القتال وترجعوا فيه وترجعوا فيه وردك مجمع البحوث طلع فتاوى ودطور علي جمع نفسه وقال ليه فتح